اشتركوا في القناة بخسر الجزائر واحد مقابل لا شيئا حيث وقصي المنتخب الوطني الجزائري من دور المجموعة للمرة الثانية على التواديع بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل والمباراة الثانية أمام بورك نفسه كذلك ويقتحم أنصار المنتخب الوطني الجزائري الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الوطني الجزائري في الكوديفوارا مطالبين رئيس الفاف وليتصادية بأن يقل جمال بلمانيا وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين شاركونا الآن بإعراقكم في التعليقات لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو يرسلكم كل ما هو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر